درس الثاني أندرستان ديسيمال نوتيشن شو معنات هذي النقطة؟ درسنا لليوم نعرف شو معنات هذي النقطة؟ النقطة هذي اسمها ديسيمال بوينت لما يكون عندنا المربع كامل ملون فهذا ون لما يكون عندنا ون أوفر تن هذي معناتها زيرو بوينت ون لاحظوا أنه من بعد البوينت في رقم واحد فمعنات الفراكشن رح يكون تحته ون زيرو وكيف أكتب أكتبه زيرو بوينت ون وهذي الوان موجودة في التن فمعنات الدومينيتر رح يكون تن ون أوفر ون هاندرد معناته زيرو بوينت زيرو ون ليش يمس حطينا زيرو؟ لأنه هنا عندنا صفرين لازم يكون رقمين فأحطه زيرو ون ما أقصير أكتبه زيرو بوينت ون زيرو لا هذي خطأ نكتب زيرو ون لأنه هنا ملونة بس حبة وحدة وهذي الوان وين مكانها رح يكون مكانها في الهندرد وليس في التنث زيرو بعدين تنث بعدين هندرد سؤال أول عدنا وعدنا وعدنا وان ففتي سكس أوفر هندرد المطلوب أنه نكتبه as decimal فوان سفين تن وان أكتب أول شيء وان بوينت عدنا سفين أوفر تن نكتبها سفين نلاحظ أنه نبعد البوينت عدنا رقم واحد لأنه أصلا زيرو واحد وان حطينا وان فوينت ففتي سكس لاحظ كتبت رقمين لأن الدومونيتر عدنا صفرين لازم يكون رقمين ولأنه أصلا البسط هني للنوموريتر رقمين هني المطلوب منه نكتبه as fraction وas decimal ففي البداية عد كم هذي هذي 10 20 وهذي 7 حبات فهي أصلا 27 over 100 هاي كلها المربعات الصغيرة 100 كيف أكتب as decimal 0.27 ليش همس حطيتي 0 في البداية هل عندي هني بسكوتة كاملة ملونة يعني بسكوتة كاملة ملونة لا ما عندي فحطيت 0 0.27 27 حبة بس الملونة في هذا السؤال عندنا بسكوتة كاملة ملونة فكتبنا 1 1 point هني كم حبها ملونة 9 pieces 1.9 كيف نكتبه as fraction 1 و9 over 10 نلاحظ أنه من بعد الpoint عندنا رقم واحد فمعناته الدومونية راح يكون فيه 1 0 only هني بسكوتة كاملة ملونة كتبنا 1 في هذي البسكوتة كم حبها ملونة ملونة 55 0.55 كيف نكتبه fraction 1 55 over 100 هني كم بسكوتة ملونة بسكوتتين ملونات فنكتب 2 point هني كم حبها ملونة 1 2 3 4 5 5 point 5 فكيف اكتبه fraction 2 and 5 over 10 لين نبحث الpoint عندنا 1 number فمعناته 1 0 تلوين سهل 0.8 معناته نلون 8 column 0.6860 يعني 6 column و 7 حبات هذي 7 حبات هني 9 over 100 كيف اكتبه add decimal نكتبه 0.09 لازم يكون 2 number لين هني عندنا 2 0 0.9 نكتبه 9 over 10 0.6 اكتبه 6 over 10 هني 1.04 انتبه لي هذي 0 4 معناته الدومونيتر لازم يكون 100 رقمي صفرين فبيكون 1 و 4 over 100 عاطلنا الفراكشن وطالب مننا نكتبه as a decimal 3 over 10 هي عبارة عن 0.3 0 لانا ما عندي هني هول number فاحطيت 0 و 3 مثلا عندنا هذا الرقم 1 و 2 over 100 1 فكتبت 1.02 ليش حطيتي 0 يا مس لانا لازم يكون 2 number هني 2 0 which following of the pair equivalent number اي وحدة فيهم الصحيحة correct نختار بس الصحيحة فلو شيكنا كلهم راح يطلعوا كلهم خطأ هي هذي الوحيدة الصحيحة هي 0.9 هي اصلا 9 over 10 موسيقى موسيقى